اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجلس الشعب اللي عندهم ده تم انتخابه بارادتهم الحرة كاملة لكن قام بقرار ضد ارادة الشعب تماما وهو قرار بقبول خطة التقشف عشان يتم الدعم من الاتحاد الاوروبي بخطة قدرها 130 مليار درار عشان تخرج يورو اسف عشان تخرج اليونان من الازمة اللي هي فيها ومع ذلك الشعب اصلا كان معترض على الفكرة دي من الاساس ووضح اعتراضه بعد خروج القرار بمجلس الشعب نشوف التويتس اللي جاية بخصوص الاحداث اللي في اليونان مروان قد بيقول بانداتا اصلا جريجي ده طريقة على اساس بانداتا لو تفتكروا الماسك اللي طلعوا عمل ضجة عندنا في مصر كان على الفيلم في فور بانداتا وطلعت بقى اسمه بانداتا وبعدين دلوقتي اكتشفوا انه جريجي اصلا مروان بيقول تاني متطمن على اليونان هتكمل صورتها ان شاء الله ما عندهمش اخوان ولا سلفيين ده المجمع العلمي اليوناني طبعا الناس بتستغل الصور وكان نوع من التهريج يعني في التشابه بين الاحداث اللي عندهم وعندنا الناس بتقول هو كده مشتعل ولا الاضاء عالية شوية طبعا مقارنة اللي بنشوفه هنا ده يعتبر متعودين عليه ولو ان الجديد في انه مع كل الحرائق دي مفيش ولا قتيل واحد في الاحداث اللي حصلت في اليونان واحنا في الوقت اللي اتحرق في المجمع العلمي كان فيه 19 واحد ميتين جنبه مفيش في نفس الشارع والناس كلها نسيت الماتوا وتكلموا عن المجمع لاسف قيمة الانسان واضح جدا الفرق بينها هنا في مصر واليونان عرباوي بيقول يا جماعة بلاش سربيا والصين وكوبا خلينا نبعث النشاطاء يتمرنوا في اليونان احسن ده نسبة لانه الناس كانوا بتقولوا ان العمل هو الثورة هنا كانوا اصلا متمرنين في الصين وكيوبا وسربيا الرد على كده بيقولوا ده احنا اللي نمرن اليوناني عام ابراهيم بيرد بيقولوا لو التمرين انصحكم بتايلند تايلند كان عندهم الثورة الحمراء كانت مشهورة جدا حد تاني بيقول هبة بتقول طب اسهل هات قوات فض الشغب من اليونان يفضوا مظاهراتنا والنبي حتتفض بان الطرفين حيبوسوا بعض فان فيه اشادة بضبط النفس الحقيقي اللي شفناه من قوات الشرطة اللي في اليونان مع ان الناس كانوا بتولع فيهم تقريبا انما ما حصلش ولا حادث وفاة في الاحداث هناك ده صورة البنك كمان في اليونان احد البنوك فأتينا بيتحرق اسناء مناقشة البرلمان لخطة التقشف قبل حتى ما يوصلوا القرار يعني كان رسالة من الشعب موجهة للبرلمان اللي هو ما تحاولش حتى تفكر تقبل خطة التقشف دي لاننا مش هنقبلها فيه شيخ مصر بيقول المصريين احتالي اليونان ناني عاطف بتقول برلمان اليونان صوت ضد اقراض الشعب فالشعب ولع في البلد ملحوظة مصر مش اليونان ده نسبة للكلام اللي كانوا بيقولوا ومصر مش زي تونس وتونس مش زي ليبيا والكلام ده محمد جهر بيقول اليونان بتتحرق طب ايه اللي يودها هناك بس احنا نشكل لجنة تقصي حقائخ ها كمية كوميديا تلت على موضوع اليونان ده مع ان الموضوع مأساوي هناك لكن مدام ما فيش حد مات فنقدر نعمل كوميديا براحتنا هوا فخور بانه اصدقاء الگريك حربوا بدراوة دفاعا عن وطنهم حتى لما بعوهم قياداتهم اللي في مجلس الشعب بتاعه الانونمس ميسنجر بيقول جريس latest news we're waiting on voting for austerity measures if the vote passes we're expecting all of greece to hit the streets التويت ده تلع قبل احداث ما حصلت قبل يعني احداث الشغب والمظاهرات اللي اندلعت في اليونان بعد القرار التويت ده تلع قبل قرار مجلس الشعب كان بيحذر ان لو عدت خطة التقشف ووافق علي مجلس الشعب الناس هتنزل للشوارع وحيكون رضا عنيف ومع ذلك محدش التعز من التحذيرات دي وتلع القرار وحصل فعلا الحريق في استينا music centrifusion بيقول the greek politicians are so lucky the lamp hosts have been removed outside the greek parliament بيقول انه السياسين الجريك محظوظين ان هم مشالوا عميد النور اللي قدام مجلس الشعب الناس هتتجنن مش فهم بزبط قصده ايه مانوليس بلاتاكس من اليونان بيقول democracy gasping for its last breath ديمقراطية تلهف يعني انفسها الاخيرة في مسقط رأسها اتينة 2012 الماركتس الاسواء والتقشف والعمال الرخيصة هتحل محلها دلوقتي في اليونان retweet teacher dude بيقول one greek tv station showing writing in athens and parliament vote on split screen يعني هناك الشاشات كلها تقسمت بتوري المجلس الشعب عن ناحية من الشاشة والناحية التانية المظاهرات والشغب في الشوارع اعتراضا على مجلس شعب وهم في اسماء الجلسة greece prime minister رئيس الوزراء عندهم papademos has enough votes to win support for austerity law has at least 151 votes ده كان في خلال التصويت كان رئيس الوزراء عايز اصوات من مجلس الشعب عشان خط التخشف كلام ده قبل ما يقروا خط التخشف تمام greeks approves latest loan deal suppose we will all be back here in six months time see you then الناس بتتواعد طبعا بعد الموافق على خط التخشف انهم في خلال ستة شهور هرجعوا تاني الشوارع وحنشوف صورة تانية دي صورة تانية برضو للأحداث اللي حصلت مبارح photos of greece in turmoil بتفكرنا بالأحداث اللي كان بتحصل عندنا يعني زي ما كنت بقول لكم فيه دي صورة بتوري قنبلة بنزين بتتحدف على أحد الجنود هناك في وسط البلد ومع ذلك ما تمش أي اعتذاء بالعنف وما شفناش أي ضحايا في المدنيين ولا من ناحية الشرطة ده الحشود بتتجمع واصلة للبحر في اليونان عندنا صورة تانية برضو بتفكرني يعني لما بتفرج على الصور بحيث ان احنا يعني هنا في قاهرة في محمد محمود تقريبا أو عند مجلس الوزراء نفس المناظر بتتكرر مع طبعا فرق حجم العدد الوفيات ده المدان الشهير هناك في فأتينا زي مدان التحرير عندنا شايفين طبعا الأعداد رهيبة بقولك تقريبا حصل عندهم ثورة في اليومين اللي فاتوا دور دي صورة برضو من أتينا دي صورة باين فيها عداء مجلس الشعب بعد ما طلع الخرار وقاتينا كاب بتولع والتعليق عليها انه أعضاء مجلس الشعب قاعدين في غرفة الاستراحة بيتفرجوا على ماتش كورا صورة تانية برضو للأحداث اللي حصلت مكتوب تسيميسكي يعني تحولت إلى تقريبا ساحة قتال أو ساحة حرب صورة تانية برضو من هناك مليونان جريس ده من نافتم بوريكي زي ما قلتلكم أغلب الناس اللي جبنا منهم الأخبار كانوا من اليونان نشاطاء على تويتر وفيسبوك من اليونان الصورة دي بالزبط أنا لما بشوفها أنا أول مرة بسيط عليها في تقارتها صورة لمندان التحرير لكن لما دققت تلعت مدان سينتاج ما هناك في الفاتينة فعلا منظر أشبه بمليونية في التحرير بالزبط صورة برضو لنان متحترق الجديد بذكر أن الناس كانت معطردة أو الخطة التقشف دي كان عايزين يقررها مجلس الشعب عشان يأخذ اللون أو القرد من الاتحاد الأوروبي اللي هو قيمته 130 مليار يورو لكن لأسف الحرائق اللي حصلت في أتينا يمكن وصلت نص المبلغ اللي هم كانوا عايزين يقتردوه أصلا وده بيوري أن عدم احترام إرادة الشعب ممكن يؤدي المشاكل أكتر من المشاكل اللي انت فيها دي صورة تانية برضو الأحداث الحرائق اللي حصلت دول رجال الاتفاق وما بيحاولوا يطفوا الحرائق هناك صورة تانية أشبه بحريق الحزب الوطني بس أنا مش عارف ده إيه بالزبط المبنى حاول نشوف الكومنس لا مش واضح بالزبط إيه المبنى لكن الحقيقة يعني المباني اللي اتحرقت هناك كانت عدد رهيبة من سينمات لمراكز المولات ومباني غالية وأسرية جدا صعب تعودها وكانت يعني مفخرة للشعب اليوناني ومع ذلك ما شفناش أي حد تكلم على المباني قد ما لسه بيتكلموا على خطة وعلى السياسة وحيعملوا إيه؟ صورة مليونان برضو بيوضح فيها الأمن المركزي بتاعهم تقريبا وفيه راجل عجوز ماسك شمسية وبيحاول يستفزهم شكله من القلة المندسة ماسك الشمسية بتاعته صورة اللي بعديها المجلس الشعب هم عادين بينقشوا الموضوع بحدة واضحة وطبعا كان فيه قرارات كثيرة جدا معارضة في مجلس الشعب للقرار ده وكان متوقع أن يحصل أزمة في البلد بسببها ده نائب كان بيرمي معهم مشروع القرار بيرمي المشروع على مجلس الشعب اعتراضا على خطة التقشف دي صورة تانية برضو الحريق في الشارع الهاشتاج بالمناسبة اسمه سينتاج ما لو عايزين تتابعوه أو هاشتاج جريس على تويتر صورة تانية أنا مش شايف فيه حاجة محروقة بس ده مبنى بنك اكريدين بشكله بنك هناك في جريس بس أنا مش شايف ان فيه اي حاجة مساه غالبا ده قبل ما يتحرق بيورهولنا قبل وبعد صورة الواحد على كرسي متحرك مشارك في المسيرة وحطة الكمامة والوحام يعنيه بالنضارة الواقية ووراء الغاز باين في الصورة الغاز الموسيل للدموع هيا ما شايف بتتكرر زي هنا زي هناك فرق الوحيد اللي أنا ملاحظه هو احترام قيمة البشر لان لغاية دلوقتي ما شفناش اي اصابات خطيرة او استشهاد او ناس بتموت في الشارع صورة برضو بتولي المسيرات اللي انطلقت في اتينا امبارح بعرض القرار صورة موضحة للمحلات اللي تم تكسرها ده اي تي ام في الشارع تم تكسرها برضو وسرقة محتوياتها صورة للمدان هناك اللي فيه اللي قلتلكه اشبه بمدان التحرير العداد مخيفة يعني تقدر تقول مليونية بس مش عارف اسمها ايه بالجريجي فيه ميسج تو جريج جوفرمنت فروم اتس اون بيبل فيه زي سكتش معمول مواجه للحكومة اليونانية مكتوب ليف يعني ارحل بالطيرات يعني ارحل دي خلاص لفة العالم كله فيه شورة برضو اشبه شكلها وسط البلد اه دي الهيستوريك سينما دي سينما مشهورة عندهم جدا سينما تاريخية كانوا بيعتززوا بيها جدا وكانت في وسط البلد اتحرقت بالكامل للأسف في الاحداث اللي حصلت انبائها دي صورة لها ايام كانت لسه شغالة ورواد السينما بعينين كانوا راحين يحضروا حفل ستارباكس عندهم كمان اتحرق ستارباكس ان اثنز ان فاير ده من راشن ماركت عمله لنا تويت انونمس ماسنجر تاني كاتب بريكينج نيوز بوليسمان ان فاير يعني فعلا دي صورة انا ما شفتهاش حصلت هنا حتى في مصر يعني ولعوا في افراد الشرطة ومع ذلك شفنا اخصى درجات ضبط النفس الحقيقي مش اللي بيتقال عليه هنا انه مع انهم ولعوا فيهم وعند الدخلية انما ما شفناش ولا واحدة ازى ولا حتى تم القبض عليه ده برضو يعني اهو كتيبة تقريبا بالكامل حدفين عليها ملوتوف وانبيب بترول طبعا ده شيء غلط تماما لكن الحكومة والشرطة مقدرة الغضب والزخم الشعبي وبتحاول تتعامل معاه بكل ضبط نفس اه صورة برضو المسيرات في الشارع دي السينما بعد اللي قلتلكوا عليها بعد ما اتحرقت صورة عليها بعد الحريق نفس الجولة عننا المتاريس اللي في الشارع والكراسي واللي منكسرنا وحطينا قفلين بها الطريق دي برضو جزء من المليونية بتاعتهم اه صورة بالشماريخ يعني برضو الشماريخ بتتكرر عندهم بس بخلاف الالتراز هنا فيه الترا بس من نوع اخر اه اثنز ده افتر ده اليوم اللي بعديه اه بانك ان كوري واضح ان البانك محروق بالكامل ده تويت من بارنابي فيليبس من اتينا اه جوردي سالفيا من هناك بيقولونك بيس بيرنين وبين صورة من بعيد طلع فيها لسنة الدخان عالية جراميز اثنز بيرنين اه طبعا في الاشارة انه الناس اللي بتفرج على الجراميز مش وقته اتينا بتتحرق صور بتفرج عليها مش قادر افرق دي صورة عندنا ولا عندهم فيه تشابه كبير اه ده فيديو للأحداث اه برضو وصلنا هناك اه اتينا اتناشر اتنين الفين واثنين اه اعسيبكوا تتفرجوا عليه اه 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 ا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القوات الشرطة هناك قد ايه ضبط النفس عندهم يعني بيتحدف عليهم ملوتوف وانا بيبوتجاز ووتوب لكن كل اللي بيعملون هم واقفين بيدافع عن نفسهم طبعا انا مش بحاول ادافع عن الاسلوب اللي بياخدوه المتظاهرين هناك احنا طبعا يعني ياريت يتعلموا مننا شوية التحضر والسلمية ياخدوها مننا وانا مش عارف ازاي يعني كان بيقولوا علينا احنا بلطغية احنا عملناش نص اللي بيعملوا المتظاهرين هناك في اليونان ومع ذلك هناك الشرطة في قمة الاحترام وقمة ضبط النفس اتمنى نشوف التعامل ده هنا ونحمد ربنا على المتظاهرين اللي عندنا في مصر يا جماعة ما حدش بعد كي اعترض عليهم واحب اشكركم على متابعتكم الحلقة دي وان شاء الله نتقابل بكرة في برنامج هاشتاك كان معاكم النهاردة سيف خرفان شوفكم بكرة ان شاء الله اشتركوا في القناة